بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام طبتم حتى ما كنتم طابط أوقاتكم بكل الخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دي أحداد مع جمال صبرة نمكن أكون غلطان جايز يتهمني العنوان لكن الحقيقة الأكيدة أني أنا إنسان إنسان هيعيش دي أحداد على قيمنا وعلى أخلاقنا وعلى أصولنا ومبادئنا اللي راحت وروحنا معاه وتاهت وتهنى معاها بس أكيد هرجعها تاني أكيد هرجعها تاني طول ما الأمل موجود ومنور في قلوبنا وطول ما بنعيش ونعمل من أجل إصلاح مجتمعنا مشاهدين رحلة بدأت بأجمل الكلمات وانتهت بأفضع الكلمات رحلة بدأت بأرقى المشاعر وانتهت بأفضع المشاعر وأقصى المشاعر رحلة بدأت بأسعد اللحظات وانتهت بأمر اللحظات خطوبة زواج بيت أسرة أولاد ثم انتهت بالطلاق النهاردة هتكلم عن أسباب الطلاق زي ما قلت خطوبة ودي أول مرحلة من مراحل تكوين البيت السعيد الخطوبة وأجمل حاجة فيها فترة جميلة أكيد مرت على الخطيب والخطيبة الناس بتقول إن ده أصل الخطيب بيجذب على خطيبته والخطيبة بتجذب على خطيبها فترة الخطوبة أنا بقول لا هي الحقيقة إن الاتنين بداية أي علاقة بتبقى المشاعر فيها بكر وهو بيحاول يبقى يظهر كويس إنه هو كويس وأخلاقه عالية ويحاول إنه هو ده طبيعي بيحاول إنه هيكون لطيف في الفترة دي وهي كذلك هي ما بتقصدش تكذب ولا هو بيقصد يكذب الحقيقة المهم أنا هاخد وهكلم كده وهرسل رسائل لكل من مين كل واحد انفصل عن مراته وكل واحدة انفصلت عن جزها برضو هكلم النهاردة كل زوج وزوجة سقف المشاكل العلي قوي هكلم النهاردة كمان مع كل واحد واحدة مقبلين على الزواج خدوا بالكم معايا عشان هامشي بالرحلة دي وهنشوف الدنيا حصل فيها إيه أنا بفكر الرجل اللي انفصل عن مراته والست اللي انفصلت عن زوجها بقول لهم فاكرين ايام الخطوبة فاكرين انت كده فاكر افتكر معايا كده يوم كنت معزوم عند خطبتك واشتريت طقم شيك قوي وجزمة شيك قوي كنت فرحان والدنيا الحقيقة كانت نسيعاك من فرحة البيت عندك كان فرحان قوي ويها اللي يجيب لك الجزمة الجديدة واللي تدسلك على طقم الشيك بالمكوى وفاكر انت تشيكت ازاي برفناتك وشعرك عملت ازاي ومشيت وكنت يومها جايب احلى هدية لعرستك وانت فاكر اليوم ده فاكر لما كان خطيبك معزوم عندكم البيت كله كان في حالة قلق وفرح في نفس الوقت وانت برضو كنت شار يطاق مشيك وجز مشيك عشان تظهري قدام خطيبك باجمل منظر هو جاي لكم واتعش وكان اسعد الايام واتكلمته كلام جميل اوي في وجود الاهل لانه لا يجوز الحقيقة انت اختلست نظرة وهي اختلست نظرة وكان اليوم جميل اوي كان من اسعد الايام بينك وبينها برضو قضيت فترة الخطوبة جميل اوي اتشاركت مع بعض انت لما تعمل حاجة في الشقة تجهزها تصل عليها وتقول لها وتخيرها لما خلصت الشقة ودهنتها شاركتها بكل حاجة الوان الديهنات وانت برضو فاكرا لما كنت تشتري طقم الصيني ولا طقم الحلل ولا اي جهاز ولا اي حاجة كنت اكيد بتشريه وفرحانة به انتو الاتنين بتكونوا البيت السعيد وبعد كده جه ان شاء الله يعني ربنا قدركو وجه حددته يوم الفرح انت كنت اجمل عريس وهي كانت اجمل عروسة كنت لابس اشيك بدلة وهي كانت لابس اجمل فستان والاهل والصحاب كانوا فرحانين بيكم قوي وقضيتوا اجمل يوم وخلص اليوم وهو فعلا اجمل يوم في العمر لان انت كملت نص دينك وهي كملت نص دينها فاكرين لما دخلتوا البيت فاكر كده وانت بتفرجها الشقة الجميلة عرش الزوجية السعيد فاكر لما كان كل حاجة في الشقة جديدة ال ال الدهانات بألوانها الجميلة المطبخ بتشريبه والحمام وكل الفرش الفرش الجديد اللي انت الاتنين اشتركتوا فيه مع بعض فاكرا لما كنت فرحانة بالشقة او بهرتك كل حاجة فيها عشت وشهر عسل جميل يمكن كان فيه حاجات خفيفة بس شهر عسل جميل عدت السنة الاولانية كان فيها بعض الملاحظات البسيطة والحمد الله ربنا كرمكم بالحمل فاكرين اول طفل ولادة اول طفل فاكر لما بصيت في عينين طفلك الجديد اللي هو حتى منك اللي عدت فترة تحلم يا ترى هيكون شكل وعمل ازاي وانتي فكرة يوم بعد ما فرغتي من ولادة وبصيتي لطفلك اللي تمنيتيه طل عمرك كان احساسك ايه اكيد الفرحة ما كانش تسيعاكم وبعد كده بدأت المشاكل تتصاعد وتزيد بس اكيد في الفترة دي كان فيها لحظات سعيدة كتيرة هو اكيد كان فيه حاجات جميلة وانتي حاجات جميلة اتفقتوا ان انتوا هتبنوا العشق سوا انما ايه اللي حصل الخلافات تصعدت ودخلوا ناس وبوزوا العلاقات ما صنتوش العشرة وانا النهار ده بترحم وبعيش دي ايه احداد على العشرة الجميلة اللي ما تصنتش والبيت السعيد والاستقرار والزواج كل ده ضاع وانتهى بالطلق انتهى بالطلق ليه هاخدكو ده في نبدأ كده في ربنا شرع الجواز وقال ايه ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم اذواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مودة ورحمة ده اصل الجواز المودة يعني يعني الحب يعني الحنان يعني الدفء يعني الاحترام برضو والرحمة الرحمة دي معناها تشمل بكل حاجة الحنان والدفء كل حاجة حلوة ده ربنا قال كده وقال لتسكنوا اليها يعني الزوج سكنوا مقر سكنوا الزوجة والزوجة مقر سكنها الزوج سيدنا محمد قال يا معشر الشباب فنستطع منكم الباقة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإن له وجاء فالجواز لازم ولابد طيب أنا جيت أنا كشاب جيت أتجوز المفروض في معايير عشان أخترها سيدنا محمد قال إيه تنقح المرأة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يدك يبقى هنا هبص في المقام الأول على الدين هل هي متدينة هل هي عندها نزعة دينية هل هي مؤدبة هل هي محترمة ليه لأن خير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إيه خير النساء التي إذا نظرت إليها سراتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها في مالك وفي عردك وإذا أقسمت عليها براتك ف سيدنا محمد قال كده شروط الست اللي هي إذا نظرت إليها سراتك وإذا أمرتها قطعتك وإذا أقسمت عليها براتك وإذا وحفظتك في مالك وفي نفسها يعني دي شروط الست المفروض المؤمنة يبقى هنا إحنا بناخد جانب الدين جانب الحسب بقى ليه قال الحسب الحسب يعني تكون بنت ناس ويعني إيه بنت ناس مش بنت ناس يعني حتة العيلة العصبيات دي هتدخل في الموضوع ده لا بنت الناس معناها يا جماعة إن لها أب ساعة ما تتجوز يقول لها كده يمسكها ويقول لها يا بنتي إن إحنا ما عندناش بنت تطلق حفظي على جوزك وعلى بيتك وعلى أولادك يا بنتي جوزك مش ملاك جوزك هيغلط لما تلاقيه عصبي خليه احتويه لما يكون لما تلاقيه نار خليه تلك خليك إنت تلك الأم تقول لها يا بنتي لا أهم حاجة بيتك وأولادك خليك بنت ناس إنت دلوقتي عنوانا حفظي على جوزك تعيه قومي بأعمال الزوجية حبي حبي أهله خليك يمطيع عليه وخليك الوردة اللي في البيت كل العائلة تحبك لازم تسمعي كلامه ولازم تطعيه ده دي بنت الناس والجمال هنا شرط القوون إن أنت تكون قابلها طب هي لما تيجي تختار برضو على أساس دين من جاءكم من ترضينه من ترضونه دينه فزوجوه يبقى هنا لابد أن يكون الزوج لابد أن يكون الزوج يا جماعة على خلق وعلى دين عشان يحترمها عشان يقدرها عشان تبقى العلاقة فيها احترام وود إحنا مش ملاك ولا حاجة طب أنا النهاردة أنا النهاردة كلمت على الطلق وقصرة الطلق الطلق ليه لأن الحقيقة أنا يعني جايب أحصائية بهرتني أو يعني صدمتني الحقيقة الأحصائية دي عملها مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية بتقول إيه دي كانت 2017 2018 بتقول إن إن الفعل عمرية من الشباب سن 25 سنة لـ 35 سنة هم أكتر معدلات نسب الطلق بتقول إن 250 حالة يومياً بتتم من الطلق فبمعدل كل دقيقة أو كل 6 دقيقة حال الطلق عمليا صعبة جداً بتقول الإحصائية إن نسبة الطلق في المدن أعلى من نسبة الطلق في الأرياب الحقيقة بتقول إن كمان أول 3 سنين بيحصل 40% من حالات الطلق في أول 3 سنين طب إيه اللي حصل إيه اللي حصل إيه اللي حصل زي ما قلت إن الـ 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 مش عارفين إن 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 الحياة مش حياة وردية إن الحياة زوجية مش حياة وردية آآ على طول الخط لا ده فيها مشاكل وإن لازم الزوجة تحتوي زوجها وإن الأعباء بتزيد وإن الزوجة الكويسة هي اللي تعين جزها ولو حصل له ضائقة مادية لازم تكون سند لي وضهري لي ما تكونش ما تكونش عليه لا هي اللي تبرده وهي اللي تقوله معلاش إن شاء الله بكرة هتفرج الـ الـ اللي إزعلها جزها تحتوي طيب الزوج عليه إيه ما أنا مش حامل على الـ لا ده أنت لازم تكون راجل زي ما قلت راجل متدين محترم تقدر زوجتك الست يا جماعة في الإسلام الست في الإسلام الست في الإسلام يا جماعة ملكة أميرة الحقيقة طيب هنطلع فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله هنواصل ورجعنا لكم تاني مرة أخرى وهنكمل كلامنا على الست والمرأة المسلمة في الإسلام زي ما قلت هي ملكة وأميرة البيت الحقيقة الكلام اللي بيت قال على إن لا لازم الست مهانة لا طبعا الست عمرها ما كانت مهانة الحقيقة الست المسلمة المفروض الزوج يحطها على راسه ويحترمها ويقدرها لأن هي أم أولاده لأن هي الحقيقة اللي شيلة البيت هي دلوقتي المرأة العاملة وهي دلوقتي اللي بتيجي بعد شغلها بترتب بيتها وبتشوف أمور أولادها الحقيقة الست المصرية ست والمسلمة والعربية فوق الراس المفروض نحط لها تاج وأنا شخصيا برفع الكوباعة للست المصرية وعايزة أقول للست المصرية معلاش الحياة دلوقتي بقى صعبة عين جوزك يعني خليكي معاه وافتكروا الحلو كله يا جماعة ما نفتكرش أبدا الوحش بس لأنه بص على كوباية النص المليان مش النص الفاضي الحقيقة حالات الطلاق كترت عشان بقى فيه ندية بين الزوج والزوجة بقى فيه عينت المرأة دلوقتي لحد ما بتعلي صوتها لأ علو الصوت مس صح وبرضه الزوج ما ينفعش يعلي صوته على زوجته ما ينفعش مدق ديها لا الدين لا الإسلام أمرنا كده أبدا الحقيقة قواعد وقسس لوها رعيها بين الزوج والزوجة عمر حالات الطلاق ما هتتم زمان أجدادنا يا جماعة ما كانش فيه حالات طلاق إلا نادرة ليه لأن الحقيقة الستة عارفة إن ملهاش اللي بيتها وجوزها وعشان أولادها لأن الطلاق بيشرد الأولاد حقيقي نفسيا على الأولاد غلط الأولاد بيشتتوا الحياة بين الأب وبين الأم ما ينفعش الحياة طول ما هي مستقرة الأولاد الحياة بينشقوا في بيئة مستقرة وهادية فبتلاقي إحنا إحنا كمجتمع بنستفيد بنطلع أجيال أجيال تعرف الصحة وتعرف الغلط الحقيقة الزوج إنت بقى قائد المركب عليك إن أنت تقود السفينة الحقيقة لبر الأمان حتى لو ما هي مراتك مش ملاك زي ما قلت فيها عيوب استحملها استحملها وإنتي استحمليه النهاردة أنا بتكلم لجماعة على الطلاق وبحافظ النهاردة على البيت السعيد وبقول يا جماعة حتة إن إحنا نفرط في البيت لا أو إن إحنا نتطلع لا أبدا ما تفتكرش إن إنت لما هتطلع مراتك وتشرد أولادك هتسعد حتى لو هتتجوز تاني برضو هتلاقي فيها عيوب ومش هتبقى سعيد وهتزيد إنت مشقة مش راح بقول للست لو فرطت ببيتك وجوزك سدقيني مش هتبقى سعيدة أبدا أنت هتروحي في بيت والدك هتلاقي مشاكل أكتر وأكتر وأكتر المحتاجين زوج عاقل رشيد محترم متدين ملتزم محتاجين زوجة تحافظ على بيتها وأولادها تحتوي جوزها تحتوي جوزها عايزين يا جماعة البيت السعيد يرجع مرة تانية الحقيقة في النهاية ده بلخص كلامي وبشكركم شاكر لكم طيب المشاهدة وطيب المتابعة وبتمنى لكم دايما المزيد من المزيد من الأمل والعمل والحقيقة كنتم يقولوا لا يكلم شوية هكلم شوية مش هختم دلوقتي لأن موضوع الطلاق فيه حاجات كتيرة جدا 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 زي ما قلت هدي نصايح كده في خلال دقيقة للزوجة ياريت ما تعليش صوتك على جوزك ياريت تحتوي جوزك ياريت تكون مطيعة ليه تكون البلسم ليه لما يرجع من البيت انت تحاول تهيئ اله البيت هقول كمان نصايح للزوج خليك انت الأب والأخ والحبيب والصديق وكل حاجة مراتك مش ملاك احتويها يا أخي احس بيها ده سيدنا محمد قال رفقا بالقوارير سيدنا محمد قال استوصوا بالنساء خيرا فإحنا دينا ورسولنا أوصانا بالست الست دي زي ما قلت أميرتك وملكة البيت وأم أولادك لازم تستحملها ولازم تحتويها هي ملهاز زنب ان انت ظروفك في الشغل مش ولا بد الاتنين لما يكون في عقل وفي تفكير نوروا قلبكم يا جماعة البعض الناس اللي اتطلقت لا أنا النهاردة بقول لكم افتكروا الحاجات الحلوة قوي 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 الحاجات الجميلة أكيد في بقايا مشاعر بينكم وبين بعض وان شاء الله ان شاء الله لو فيه بصيص من الأمل ارجعوا البعض بقول للزوج والزوجة لو سقف الخناءات والخصام عيلي لا راجع نفسك افتكر له الحاجات الحلوة وانت راجع نفسك وافتكري الحاجات الحلوة بقول المقبلين على الزواج الحياة مش وردية انت حافظ وتمسك ببيتك وانت حافظي وتمسكي ببيتك لانه انتو ملكوش البعض والبيت السعيد بيخلق أولاد سعداء وبيخلق مجتمع صالح في النهاية بشكركم وشاكل ليكو زي ما قلطي بالمشاهدة وطيب المتابعة بشكر ادارة القناة الحقيقة اللي اقتحت لي الفرصة ان انا التقي بيكم بتمنى لكم مزيد من السعادة والإيمان وراحة البال وبتملى ان يكون منتج حلقة النهاردة كدنال عسل المشاهدة وحلو المشاهدة وليس مر ولا سأم ولا ملل المشاهدة تحياتي لكم جمال صبرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة